اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكبارا من يوم الاحد وخاصة نتيجة لتدفق هواء بارد قادم من الشمال باتجاه المنطقة هواء بارد ايضا يلتقي مع كتلة هوائية دافئة على السطح دافئة ورطبة قادمة من الجنوب مما يؤدي الى تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي من جديد حالة عدم الاستقرار الجوي هذه ينتج عنها ظهور السحب الركامية واشتداد سرعة الرياح السطحية وبالتالي اثار الغبار وارتفاع للامواج وتدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح وسقوط زخات رعدية من المطر قد تكون غزيرة احيانا واصحوبة بالبرق والرعد والبرد حالة عدم الاستقرار الجوي هذه جميع المؤشرات تدل وتشير الى انها قد تصبح قوية خلال منتصف الاسبوع القادم طبعا تابعونا لمتابعة اخر التفصيلات حول الحالة الجوية وتابعونا على الموقع الالكتروني ايريبيا وذر دوتكم ولا تنسوا التنزيل وتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية لمتابعة الاحوال الجوية وتطورات الاحوال الجوية اولا باول وشكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة